هنشرح مع بعض وقت الابثيليم هو نوع من انواع عندنا فور مين في جسمنا ابثيليم هو النسيج الطلاقي او الجداري اللي بيبطن كل حاجة او السيرفز او بيكافر السيرفز عندنا نوع من الابثيليم اه بتاعه بيطلع من التلاتة اه اكتو ديرمال ميزو ديرمال واندو ديرمال الابثيليم الخلايا فيه بتبقى يعني ما فيش ما بينها مسافات اه بتبقى very crowded with minimal intercellular space الابثيليم فيه اه كاركتر مهمة جدا انه بيبقى فاسكولر الابثيليم الخلايا الابثيليم بتقف على basement membrane تترصف ايه اه وبما ان الابثيليم از افاسكولر فلازم تحت الابثيليم هنلاقيه نكتفتيشه عشان يديله البلد اه نيوتريشن او النيوتريشن اللي محتاجها يبقى الابثيليم من الكاركتر بتاعته نوقف على basement membrane basement membrane ده بتترصف عليه الخلايا اه في الطبقات يا اما هتكون طبقة واحدة وهنسميه simple epithelium يا اما هتكون اكتر من طبقة واقفة على basement membrane فهنسميه stratified epithelium simple والاستراتفاد epithelium دول انواع من ابثيليم اللي بنسميه surface epithelium اللي هو بيكافر السيرفز او بيلاين الكافتي يبقى surface epithelium معانا اللي بيكافر السيرفز او بيلاين الكافتي نوعين يا اما simple يا اما stratified simple يعني ان الخلايا معمولة من صف واحد one layer of cell واعدة على basement membrane على حسب بقى شكل الخلايا دي بنقسم السيمبل epithelium لانواع لو الخلايا دي معانا شكلها esquemas هيبقى النوع ده بنسميه simple esquemas epithelium ده بيبقى صف واحد من خلايا flat cell with flat nucleus قعد على basement membrane النوع ده من epithelium يكون very thin بيدينا thin membrane بيساعد على زي في الصورة اللي عندنا على اليمين دي ده موجود في السهم الاصفر ده بيشاور على موجودة عندي في ويساعد على الصورة اللي على الشمال اللي مكتوب عليها بيبقى موجودة عندي على سيمبل epithelium بنسميه simple esquemas epithelium of blood vessel بنقول عليه endothelium بيبقى صف واحد من خلايا flat cell with flat nucleus بيكون line ال cavities كلها بتاعت البلوت vessel وده بيدينا smooth surface يبقى simple esquemas epithelium اما هيحقق ال smooth surface آآ آآ عشان زي في البلوت فيسل بنسميه endothelium اما بيحقق لي انه يكون thin membrane بيساعد على اكستشينج زي فين في دي صورة تانية من بلوت فيسل متاخد بالطول والخلايا المتشاورة عليها بالقسم دي دي لفلايات نيوكلس احنا بنشوف شكل النيوكلس ومن خلال شكل النيوكلس بنعرف نحدد شكل الخلية لان احنا ما بنقدرش نشوف حدود السلم membrane بالH&D فاللي بيبان عندنا ظاهر وواضح هو الخلايا آآ النيوكليار آآ فبنشوف شكل النيوكلس آآ بنعرف شكل الخلية نيوكلس هنا flat وصف واحد يبقى ده simple esquemas epithelium في البلوت فيسل بنقول عليه endothelium طيب آآ النوع التاني من الابithelium آآ الخلايا فيه بتبقى اعلى شوية شكلها كيوبشي بشبه المكعبات آآ بنسميها simple cubical epithelium ده برضو صف واحد من خلايا مربعات او مكعبات كده اسمها كيوب آآ وبتبقى ليها central rounded نيوكلس هنا في الحالة دي بتبقى النوع ده من الابithelium بيقوم بفانكشن زي السكريشن او الري ابزوربشن آآ السكريشن فين زي في الجلاند زي الصورة قدامنا دي صورة بيعمل لي سكريشن آآ لبعض الهورمونز والماتيريالز اللي بنلاقيها في تايرويد جلاند الغدى الدرقية آآ ممكن نلاقيه كمان بيكفر التيبيول زي في الكيدني زي الصورة اللي بعدها ده simple cubical epithelium موجودة عندي في الرينا التيبيول رينا التيبيول بيساعد على الري ابزوربشن اللي نزلت عندي ميل فلتريشن يبقى كيدني اول جزء فيها كان اسمه كابسول شفناه في النوع الاولاني وكان لاين بسيمبل سكويمس ابتيليم اما التيبيول نفسها بتاعتكدني دي بتبقى لاين بسيمبل كيوبيكال ابتيليم عشان الري ابزوربشن يبقى السيمبل كيوبيكال ابتيليم صف واحد من خلايا آآ كيوبيكال انشيف والسنتر الراوند النيوكليس وبيكون بيعمل فانكشن زي السكريشن او الري ابزوربشن زي في السيرويد فوليكل و الري ابزوربشن زي في الرينا التيبيول النوع التالت من السيمبل ابتيليم اللي هو صف واحد من الخلايا اللي قاعد على البيزمنت ميبرين خلايا طولت شوية بقى شكلها زي العواميد بنقول عليها كولامنر آآ بيبقى صف واحد من طول كولامنر الخلايا الكولامنر النيوكليس بتاعتها بتبقى شكلها ايه بيبقى شكلها بيزل اوفل نيوكليس اي خلايا كولامنر النيوكليس بتاعتها بيزل اوفل. اه ده بيكون بتاعته بتكون او بيكون موجودة عندي فين في اشهر اماكن زي في الجي اي تي في الجسترو انتستاينال تراكت بيلاين الاستومك وبيلاين كمان الانتستين سواء او ده النوع اللي بنسميه اه في اه ممكن يبقى عليه سيليا بنقول عليه سيليا اه ما فيه صورة هنا ده الصورة اللي عندنا دي برضو اه ساعد بيبقى عليه سيليا ده بتبقى موجودة زي في الفالوبيان تيوب وفي اليوترس بتساعد على الموفمينت لفاين بارتكل كده زي الاوفا. بس موجود في الجي اي تي وزي الاستومك والسمول انتستين. اما آآ شبه بس عليه سيليا وده موجود فين? في الفالوبيان تيوب واليوترس. النوع الرابع من السيمبل ابتيليم هي الخلايا بدأت تبقى الكولامنرسيل بدأت تبقى يعني كل الخلايا قعد على صف واحد علشان احنا لسه في الانواع بتاعت السيمبل بس الخلايا فبدأت تتزنق جامد جدا جامب بعضها فبعض ان يوكلياي خدت وضع الفوق شوية وبعض ان يوكلياي خدت وضع التحت. فاصبح بين كأنه صفين لكن هو صف واحد لان كل الخلايا قعد على البيزمينت ميمبريان. فبين كأنه خادع او كاذب. فبنقول عليه سودو ستراتيفايد. سودو ستراتيفايد يعني ستراتيفايد كاذب يعني هو مش ستراتيفايد ولا حاجة احنا تهيق لنا ان هو ستراتيفايد ان هو في الاصل سيمبل لان كل الخلايا ده بيزمينت ميمبريان. النوع ده بيكون عادة ومعها جبلة سل وبنقول عليه اللي هو السودو ستراتيفايد آآ كولامنر آآ سيلياتد ابتيليم ومعها جبلة سل. النوع ده اشهر مكان ليه في زي تراكية النوز البلونكاي كل الابر بيكون بالنوع بالنوع اللي هو السودو ستراتيفايد كولامنر اللي بيكون معاها سيليا ومعها جبلة سل في بعض الاماكن السودو ستراتيفايد كولامنر ده بيكون آآ زي في الفاز ديفرانس آآ وبعض الاماكن الاخرى بيكون عليه سيليا بس سنان موتايل سيليا اللي هي بتبقى ستيريو سيليا زي في آآ طيب الصورة اللي عندنا دي كلها للسودو ستراتيفايد كولامنر سيلياتد والساهم والساهم الاسود ده بيشاور على الجوبلت سل والراس الساهم اللي فوق دي بتشاور على السيليا سودو ستراتيفايد كولامنر سيلياتد والستيريو سيليا ده اللي قلنا موجود فين في بتكون السيليا طويلة آآ نان موتايل سيليا دي كده انواع السيمبل ابسيليا بيه انواع السيمبل كانت سيمبل سكويماس سيمبل كيوبيكل سيمبل كولامنر آآ يا اما سيلياتد يا اما نان سيلياتد والسودو ستراتيفايد كولامنر اللي برضو يا اما سيلياتد يا اما نان سيلياتد نوع التاني هو يعني ايه يعني أكتر من صفة من الغلايا قاعدين على بيتسمى ازاي؟ بيتسمى على حسب لأنه دي اللي باين عندي على السطح الخارجي من برة لكن مش شرط كل الخلايا تكون نفس الشكل أشهر أنواعه معنى كلمة يعني أكتر من صف يعني المصبر فيش بيكون عبارة عن أكتر من صف ممكن يوصل من خمسة لتلاتين لير قاعد على بس غالبا بيبقى الوافي ده بيديله بعض شوية البيزال لير بتكون كلامنر أول صف قاعد معي على البيزمنتنبرين بيكون كلامنر خلايا طويلة عمودية علشان تقدر تستحمل عدد الخلايا المرصوصة فوقيها فبتبقى كلامنر بعد كده الصفوف الانترميديت بتكون بوليهيدرل يعني أقرب إلى المدورة شوية مضلعة شوية لها تفقنا أن البيتيليا من الكاركتر بتاعته أنه بيكون الخلايا بينها وبين بعض مينيما الانترسل ليريسبيز وبتكون ماسكة بعض جامد جدا في بجنكشن بتزميها كل ما بنتلع فوق الخلايا بتقل في الارتفاع بتاعها وفي الحجم بتاعها لغاية ما هتبقى في بتبقى عشان كده سميناها منوعين يا إما هيكون عليه طبقة كيراتين فبنسميه كيراتين يا إما مش هيكون عليه طبقة كيراتين بيعتبر من أقوى أنواع الإبيتيليم اللي موجودة عندنا في جسمنا والكيراتين كمان يعتبر أقوى نوع منهم فده موجود عندي فيه أكتر حتى محتاج عندي هو الليسكين فده موجود في الليسكين اللي بيبقى عليه كيراتين كل الليسكين بتاعنا كيراتين اما النون كيراتين فده بيكون نوع قوي من الإبيتيليم بس مش عليه كيراتين آآ أقوى نوع بس بيكون موجود في كل الأماكن اللي تقريبا اللي فتحة على لأنها دي بتبقى عرضة برضو للاحتكاك يعني فمحتاجين أكتر نوع من زي فين الأماكن دي زي 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 أي حاجة هيكون فتح على بيكون دي صورة تانية موجود في أو في ناحي على اليمين دي كلها طبقة البنك تخينة دي كلها دي طبقة الكيراتين يعني في نوع تاني من بنسميه ترانزيشنال إبيثيليم ترانزيشنال إبيثيليم ده من بيكون عبارة عن من ستة لتمانية أشهر الأماكن أو هو موجود فين ترانزيشنال إبيثيليم ده موجود في زي زي عشان كده لأ اسم تاني ترانزيشنال إبيثيليم لانه موجود في سيستم عمونا. النوع ده من الابثيليم بيبقى على الخلايا كلها البيزل بتبقى كيوبيكل او كيوبويدل وليها الانترميدية برضو بتبقى بوليهيدرل وسنترل راوند نيوكليس. الموز بتكون شكلها مميز كده عاملة زي الدوم شيب زي الابة. وبعضهم بيكون فيهم اتنين نيوكليس. الخلايا دي بتكون كده بجنكشن الكمبليكس. البلادر وهي فضية بتكون عدد الصفوف كتيرة. يعني من ستة لتمانية في الامتي بلادر. لما تبدأ البلادر تتملي. حيتبدأ يحصل في الوول بتاع يبدأ الخلايا دي تزقق كده او تدمانش في النمبر. لغاية ممكن ما توصل لتلاتة او اربعة فقط في الفول بلادر. زي الصورة اللي على اليمين. كل ما بنملى البلادر اكتر كل ما بنزق بنشدة على ال Ispentilium. اه عشان كده المصف ج يريدد بيعني بيستراتش كده او بيتمط معانا ويرجع تاني. وبطبعا بيبقى دي صورة هي اللي بيميز فيه المصبر فيش ياللي يرضيه اللي هي ومميز واضح عندنا ان ده تعالوا نشوف بقى التاست اول سؤال عندنا السهم بيشاور على ايه ده دي بتاعتكدني السهم بيشاور على فلات نيوكلس يبقى الخلية نفسها فلات سيل او سكويماس يبقى ده السيمبل سكويماس ابتيليم آآ طيب السؤال اللي بعده ايدنتفايت ابتيليم طيب ده سيمبل كيوبيكال ابتيليم عرفته ازاي ان لقيت مكعبات اهي وليها سنترل راوند نيوكلس البلاك ارو ده بيشاور على البيزمينت اللي قعد عليه ابتيليم النوع ده من ابتيليم ده الترانزيشنال ابتيليم عرفنا ازاي اللي هو رقم اتنين والرقم واحد ده الدوم بشيب تسيل اللي ماي بي باي نيوكلياتيد الفيزبل كاركتر ان هي باي نيوكلياتيد آآ نوع اسمه ترانزيشنال ابتيليم او ساعد بيقول عليه يورو ابتيليم آآ ممكن نقول عليه استراتيفايد كيوبيكال ابتيليم طيب آآ الصورة اللي بعد كده ده 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 الطايب اوف ابتيليم ده السودو استراتيفايد كولامنر سيلياتيد ابتيليم والكوبليت سيل السهم الاسود ده بيشاور على السيليا والسهم الاصفر ده بيشاور على الصورة اللي بعد كده آآ ايدنتفاي طايب ابتيليم سرروند باي داريك تانجل الاحمر ده ده السيمبل سكويمس ابتيليم عارفناه ازاي علشان اللي هو فلاد نيوكليس فالاروهيد ده بيشاور على نيوكليس آآ آآ بي اللي هو السؤال البي اللي هو انها فلاد يعني اللي خلاني اقول ان ده سيمبل سكويمس انها شفت نيوكليس وشكلها فلاد وصف واحد من الخلايا اليالو ارو بوينتو البيزمنت من برين اللي قاعد عليه الخلايا سيمبل سكويمس ابتيليم ده ايدنتفاي ده طايب اوف ابتيليم سيمبل كيوبيكل ابتيليم صف واحد من خلايا ده بنلاقيه في الثايرويد فوق لكده الاروهيد الاحمر ده بيشاور على نيوكليس يعني فور السؤال بي آآ آآ راوندد سنترال اي حاجة سنجل آآ يالو ارو بوينتو بيزمنت من برين آآ السؤال اللي بعد كده ايدنتفاي ابتيليم ان اي الصورة اي ده سيمبل سكويمس ابتيليم او بنقول عليه الاندو تيليم جيف وين فيزبل فيتشار اللي هو فلات سيل وفلات نيوكليس وسينجل ليير كل الكلام ده البلو ارو بوينت تو للنيوكليس آآ وان فيزبل فيتشار آآ نافلات نيوكليس او سينجل نيوكليس طيب آآ السؤال سي ايدنتفاي ابتيليم ان بي ناحية تانية بي ده سيمبل آآ كيوبيكل ابتيليم عرفتنه ازاي صف واحد من الغلايا آآ كيوبيكل والسينترال راوندد نيوكليس جيف وان فيتشار الريد ارو ده بيشعر عن نيوكليس قلنا ايه سينترال راوندد نيوكليس طيب السؤال اللي بعد كده ايدنتفاي طيب ابتيليم ده سيمبل كولامنر ابتيليم وان فيزبل فيتشار آآ بيزل اوفال نيوكليس صف واحد من خلايا كولامنر سيل آآ بيزل اوفال نيوكليس آآ بيزل اوفال نيوكليس نوع الابتيليم ده اللي زحمة جدا ومعها جوبلت ومعها سيليا يبقى ده ساهم الازرق على السيليا ساهم الاحمر على الساهم الاخضر على والنجمة الحمراء دي على ايه اللي تحتها آآ الفيزبل كاراكتر انه هو فيري كراودت سيل آآ عادة كله على آآ كلامنر كل الكلام دي آآ السؤال اللي بعده ده آآ نوع الابتيليم ده اللي هو الساهم الاصفر على والشكلها ايه شكلها اسيدوفيليك آآ وفي سيك لير اسيدوفيليك لير فاش نيوكلياي آآ الساهم الاخضر على الستراتفايد اسكويمس آآ بيشاور تحديدا يعني على الانترميدية اللي هي البوليهيدرل آآ شكلها راوندد سيلوز انترال راوندد نيوكلياس نجمس زرق دي بلو ستار على الجزء اللي تحت الابتيليم يسميه الصورة دي للنان كراتيناي الساهم الاصفر على السوبرفيشيا اللي هي الابتيليم والساهم الاخضر على الانترميدية اللي هي بوليهيدرل والسنترال راوندد نيوكليس واذا نجمع الزرقة دي على الابتيليم ايدي انتفاء الابتيليم طيب برضو نفسه نانتكرا دينايس راتفايد اسكويمس ابتيليم واحدة هتبقى السوبرفيشيا والاتنين هتبقى الابتيليم ده اللي هو الساهم الاصفر على دي سوبرفيشيا لسيل شكلها دومشايفد اه ليها سنترال راوندد نيوكليس او باينيوكلياتد الجرين ارو على انترميدية لييرز بوليهيدرل والنجمة الزرقة دي على الكنيكتف ايدي شو نبقى كده خلصنا سكشن الابتيليم موسيقى